برشا ناس كانوا مسندين قرارات 25 جويلية ثم يقول لك 22 سبتمبر بدأت الامور معت شواضحة ما اللي كنا في تصحيح ما سار ولينا نحكيه على انقلاب انتي مش من ناس اللي ضد الانقلاب انتي تقول حتى ولو كان انقلاب فهو حلو المذاق استمتع بالانقلاب لو يكون انقلاب ليه هو مش انقلاب مش انقلاب هو مش انقلاب لكن الناس اللي كانت معاه وليه ضد فمحسبات فمنا ناس مرضى بالتموقع مرضى بالمناصب كم يشكون مثلا برشا شو ش نسميلك انا عملت برشا عادية لي متلي فاتو كلها لبعاظهم شوف محمد عبو بدأ اول واحد استقال من الطيار الديمقراطي على خاطر كان يدس في الرئيس اللي تفعيل فصل الثمانين وكان حتى هو ومدام سامي عبو كان تحضر معاه في مجلس امن القومي يحضروا مع الرئيس في مجلس امن القومي شوفناها سامي عبو حاضر في مجلس امن القومي مع الرئيس الجمهورية وكان قيس عيد ربكم الاعلى واستقال من العمل السياسي مش اول مرء وقعد دي السنة انه يتعين رئيس حكومة محمد عبو كان ينتظر ايه كيتبخر الحلمة متاعه وانقلب على رئيس الجمهورية قاد شوية غازي شواشي كيف كيف غازي شواشي تحت بي محمد عبو يتقدم بشكايل وكل جمهورية المتالبة بازدار بطاق جلب في شأن قيس عيد ومحاكمته هذي الباره محمد عبو ماخذ السياسة طرح جدو ومو جدو كا ايوه ماخذ طرح جدو عافية معناها محمد عبو بيع وروح روح عنده يا ولدي عنده ولا ما عندوش انا كلمة نقولها بيع وروح محمد عبو احسن حاجة يعتزل العمل السياسي ويقعد يكتب في معناها مذكراته يكتب مذكرات الاستقالات متاعه محمد عبو كان يدخل يشد وزير يلوز لك على الوزارة متاع مكافحة الفساد ستة شهور سبعة شهور يلم الملفات على الناس الكل ما قلتش فاسد ما يتجرش لكن يلم الملفات وبعد يستقيل اي اي شنوه هذا معناها كنت في المؤتمر وبعدين تعديت للطيار وبعدين خرجت من الطيار وشديت استقلت من العمل السياسي وبعدين رجعت لنا انا مرة قلتها قلت الطيار ديمقراطي سلوغوم تاعه كان دولة قوية وعادلة دولة قوية وعادلة مرة حذرسي شام العجبوني قلتوا انتم الشعار بتاعكم بدلوه سميه وقفة الزنقة الهرب عليش على خاطر يبدأ بموقف وبعد يقلب الفيستا يقولوا عليش قلبت الفيستا يا معنا مش بيك بدل ترايك قلوا وقفة الزنقة الهرب